ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في إطلاق البرنامج وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين في تعزيز قيم التعايش والتضامن والتآخي الإنساني بحضور نخب فكرية ودبلوماسية رفيعة المستوى أطلق مركز الملك حمد للتعايش السلمي في حفل بهيج بالعاصمة البريطانية لندن برنامج الملك حمد للقيادة في التعايش السلمي وذلك بهدف مواصلة جهود مملكة البحرين النبيلة في تعزيز هذه القيم على مستوى العالم كثقافة تعزز روابط التسامح والوئام بين مختلف الشعوب والثقافات هذا البرنامج المتخصص الذي تم إعداده من قبل مختصون في هذا المجال يسعى لخلق جيل من الشباب القادر على فهم قيم ومبادئ التعايش السلمي والتآخي الإنساني وتمكينهم من القدرة على تدريب هذه القيم نسعى إلى خلق جيل من الشباب قادر على إيصار رسالة المركز العالمي وقد حظي هذا التعاون باهتمام الأشقاء في دولة المارة العربية المتحدة من خلال اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ممثلة بأمينها العام الدكتور خارد الغيث الذي تشرفنا اليوم بالتوقيع على مذكرة التعاون بين مركز الملك حمد العالم التعايش السلمي واللجنة العليا للأخوة الإنسانية لتنظيم ذات البرنامج في دولة المارة العربية المتحدة نحن مجموعة بحقية والردية نحن فخورون جدا بمعهد الإيمان بالقيادة بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ما أعتقد أنه أول دورة تدريبية في العالم للقيادة من أجل التعايش السلمي إنها دورة بمعايير عالمية تتألف من العديد من الوحدات التي ستأخذ شباب البحرين الذين يتمتعون بالذكاء واللطف والمعرفة من المستويات التأسيسية إلى المستويات التي تمكنهم من تدريب نظرائهم في البحرين ومنطقة الخليج وفي المملكة المتحدة لذلك نريد من بعضكم القدوم إلى هنا والمشاركة في هذه الدورة التدريبية جهود المركز الحثيثة على مستوى العالم باتت تحظى باهتمام كبير نتج عنه توقيع اتفاقيتين مع مؤسستين بريطانيتين مرموقتين الأولى مؤسسة الإيمان بالقيادة والثانية معهد 1928 التابع لجامعة أوكسفورد البريطانية المركز وقع كذلك مذكرة تعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لتمكين الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بهدف التعاون في تنظيم هذا البرنامج على نطاق أوسع لا شك أن هذا البرنامج برنامج مهم للبحرين ولمملكة المتحدة ففي هناك برامج مشتركة بين الطرفين وفي هذا البرنامج استكمال لبرنامج سابق سبق أن مملكة البحرين استفادت منه ولكن هذا البرنامج أكبر وشمل بحيث يتم تدريب مئة شاب وشابة في البحرين على مدة زمنية تصل إلى أربع سنوات وبهذا المجموعة يتم تدريبها اللي يكونون مدربين يدربون مجموعة أكبر في المملكة البحرين فنحن سعيدين بهذا التوقيع ونحن سعيدين باللقاء الأخوان هنا في لندن وانتمنى أن يمكن التوفيق ونجاح نسعيدين بوجودنا هنا في لندن بالتوقيع مع مركز الملك حمد التعايش السلمي بالنسبة لأحداث هذه مذكر التفاهم سير تعاون في مجال تدريب وتعليم خاصة تركيزنا نحن على مجال نشأ الشباب حيث يكونون هم مدربين في المستقبل إشادات واسعة حظي بها المركز نظير جهوده المبذولة في تعزيز جهود السلام والتعايش السلمي على مستوى العالم من خلال مبادراته المميزة والقيم النبيلة التي يستمدها من النهج القويم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في حمل لواء السلام والتعايش عالميا رسالة السلام والتعايش السلمي قيمة بحرينية نبيلة وأصيلة جابت العالم من شرقه إلى غربه وفي هذا المساء يصطع صداها عبر توقيع هتين الاتفاقيتين مع عدد من الجهات المرموقة بهدف المساهمة في نشر هذه الثقافة حول العالم من قلب العاصمة البريطانية لندن يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرية ترجمة نانسي قنقر